باتت مؤشرات الطلاق في الكويت تثير علامات تعجب وتساؤلات كثيرة حول طبيعة الخلل الموجود عندما بلغت مستويات عالية اقتربت من الحدود الحمراء فقد حلت الكويت في المرتبة الأولى خليجيا وفق دراسة إحصائية موثقة في عام 2016 كما بلغت وفق أحدث إحصاء نشرته وزارة العدل إلى 48% من عدد الزيجات تنتهي بالطلاق ويشير خبراء الاستشارات الزوجية إلى أن من بين أهم عوامل الطلاق هو الخلل في معالجة وإدارة الإشكالات الزوجية رح نتكلم حول هذا الموضوع أكثر مع الدكتور سعود لحميدان محامل ومستشار إشكالات زوجية حياك الله دكتور الله يحيش شكرا على استضافتكم وهذا فعلا موضوع مهم جدا مو يؤرق الكويت الخليج ككل في عندنا ازدياد بشكل غير معقول بالنسبة للحالات الطلاق فهذه النسبة صحيحة يعني دكتور وايد إحصائيات تقول النسبة قاعد بازدياد يعني مثلا في دول خليج كذلك هناك في ازدياد هناك في اشكال شن الاشكال ما ندري في اكو اشكال في اشكال ان الناس ما قاعد تفهم بعض الناس ما قاعد عندها إدارة الأزمات إدارة الخلاف مشكلة كبيرة عندنا في دكتور إذا بنعرف الاشكالات الزوجية شنو المقصود فيها المقصود هو إدارة أزمة كل مشروع انت تدخلين فيه هناك أزمة شنو أقدر أحلها فهي الاشكالات هو كيف حل الاشكالات بما أننا بشر راح نختلف الزوج تأتي من نقول بيئة تختلف عن الرجل نعم أور الزوج فإذا كان هناك اختلاف وهناك اختلاف في الآراء نعم هل هناك مودة ومحبة اللي حنا نبيها نستمر ولا ما تستمر أسس الزواج بنيت على كيف نعم ومع المراحل الزمنية ومراحل الزواج هناك يصير اختلافات في الرأي صحيح اختلافات في الثقافات شون أقدر أحلها نعم شون أقدر أخلي المسيرة الزواج تسري إلى نهاية عمري لأن الزواج حنا نبي استقرار صحيح نبي مودة نبي رحمه هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى نعم فإحنا محتاجين إلى كيفية إدارة أي شي في هذه الدنيا حتى لما الواحد يقود سيارته يعرفي شون يدير السيارة أثناء الأزمات لما يصير مطلق لما يصير أغبار فكذلك الحياة الزوجية هي عبارة عن كيف أدير الأزمة الموجودة أو الإشكالات الزوجية المشكلة الكبيرة لما يكون ما فيه إشكال لما تقول سواء الزواج لا والله ما فيه إلا الخير ما انت حجة لا يعني ما يعترفون بوجود المشكلة ما اعترف لما أنا أقول الزواج السليم هناك فيه إشكالات لما أكون زواجي سليم وقلنا ما عندي شيء معناته أنا قاعد أخ الشيء لأن هناك اختلاف بين الزوج والزوجة حتى العيال يتناجرون بس نحن نبي من النهاية يكون هناك حل ومسارات في هذا الزواج نعم إذا دكتور بروح نقطة البداية مثل ما يقولون يعني إحنا في مجتمعاتنا الخليجية بشكل عام زواجنا زواج تقليدي عبارة عن تعارف بين الأهل وتتم الخطبة وبعدها الملشة ما إلى ذلك من خطوات للزواج الزوج ما يعرف الزوجة في البداية فإشلون ممكن أن أهما يبدون حياتهم بتفاهم وتناغم علشان يكملون هذه المسيرة سؤال حلو جميل فلذلك أنا أرجح حق عضو المجلس الأمة الفاضل الإقتراح قانون إحنا ما نسوي فحص طبي للمتزوجين نعم إذا نقعد نسوي أي فحص طبي عضوي هل سوينا فحص نفسي هل هو يختلف انطباع أو ما يختلف هل هذا الإنسان أو هذه الإنسان مريضة نفسيا هذا شيء الشيء الجميل في إقتراح العضو أنه أنا أعمل دورة للمتزوجين الجدد نعم بحيث أنه يخلى على أقل له خمسة أيام يومين ثلاثة أيام يعرف هناك أكون لغة خاصة للمرأة نعم ولغة خاصة للرجل إذا في حال لا سمح الله صار إشكال إشلون أدير الإشكال هل أدير ألاثنين هذه أحد الإشكالات التي تصير مثل عيالنا في المدارس للأسف في المدرسة قاعد يعطوننا حشو للمناهج صحيح ما يعطوننا إدارة الأزمات أنا أبي المراهق لما يطلع بره وسل أشكال إشلون يدير إشلون يخاطب أو يحاور ولي أمره إشلون يخاطب إذا صارت لعنده مشكلة ليش يستعمل العنف الجسدي هناك إشلون استعمال اللغة وكيفية تسير هذه الأمور للأسف إحنا ما قاعدنا نعلم عيالنا في المدارس فتسير إشكالات واجب مع المراهقين فذلك بالزواج بالزواج مو سنة و سنتين هي مرحلة طويلة إذن لازم أتفاهم شون أتفاهم إشلون على الأقل إحنا مجتمع ذكوري للأسف فإشلون أنا كذكر أني أتنازل حتى تكون هناك موائمة في الحياة الزوجية إذا أقول أنا ريال لا أبي المراهق هي التي تنازل ما رح يصير عندي إشكال رح تصير لي مشكلة لازم يفهم أن الزواج هي مو أنا حبيتك من أول نظرة لأن الزواج هي عبارة عن مسؤولية المشكلة التي تصير في حالات الطلاق الكثيرة هي تكون في بداية الحياة الزوجية لما تكون هناك بداية حياة الزوجية في شغلة اسمها الرغبة البدنية أنا أرغب بشخص المعين رغبة جسدية وليس رغبة روحية ولكن بعد المدة هم يصير إشكال ثاني اللي هو في منتصف العمر لما يكون هناك عدم تناغم روحي نعم تصير الإشكالات في هالمرحلتين أول مرحلة من الزواج الرغبة الجسدية وفي منتصف العمر عندما تكون هناك عدم تناغم في الرغبة الروحانية نعم هنا الصعوبة وين تكون أكثر هل هي بالحديثي الزواج وصارت بينهم مشكلة وأدت إلى طلاق أم أن أثنين مروا في عمر معين صار بينهم أطفال وحدثها طلاق يعني نقول اللي هو مرحلة منتصف العمر الوقع الأصعب في ناحية الطلاق والله أستاذي المشكلة لما يكون الصعوبة بين الأثنين يعني أنا دائما أنصح الحديثي الزواج لا تيب لك عيال أول سنتين شوف هل هناك تناغم روحي بين الطرفين على أساس لا يكون هناك أطفال ضحايا في هذه الإشكال صح كذلك أنا لما أعطي الدورات أو لقاءات تنويرية أو ها إذا صار عندي مشكلة لازم أتعامل أخليها داخل البيت المشكلة أستاذ لما تطلع بر البيت صح لما أقول فلانا ودخل فلانا وفلانا وفلانا لا تكبر المسألة فتسير إشكالات كذلك في منتصف العمر هي مشألة هل أنا هناك لأن شوفي نأخذ أول شيء قلنا رغبة جسدية نعم ومن ثم هناك ظهور الحقيقة أنا أشوف لأن في أول حياة الزوجة هناك تمثيل للأسف صح مو هل أستطيع أن أتعايش مع عيوبة لأن العيوب راح تبرز يوم الأيام هل أستطيع أن أتعايش معها ولا لا فهذه في مرحلة بعدين يصير مرحلة التنازلات هل الزوجة تتنازل هل الزوجة عشان نصل إلى طريق معين بعدين تيه مرحلة اللي هي مرحلة التناغم أو القبول بالأمر الواقع هل أنا قبل بالأمر الواقع هناك تلاقي الأرواح ومن ثم تصير مرحلة الوفاء نعم وفتلقى ناس وايد يعني بسيطة خانا أقول الزوجات هم أكثر وفاء بسيطة ممكن يعارضوني بعض الناس لأن المرأة إذا تطلقها المرأة عفوا إذا توفى زوجها تقول أنا بعيش في ذكرة هذا الإنسان ما زال حي هي سايكولوجية المرأة أما الرجل لا عنده سايكولوجية تختلف عن تفكير المرأة نعم هذه التغييرات الجسدية والسيكولوجية التي ذكرتها دكتور إيش كثير قاعدة تأثر في مسألة الإشكالات الزوجية هي تؤثر بإشكالات لأنه عنده مثل ما ذكرته الإعلام اللي ذكرته يعني الإشاعات يعني التفكير لأنه في هذه المرحلة أو في مرحلة منتصف العمر الرجل يصير عنده استقرار مادي نعم عنده استقرار وظيفي عنده استقرار منزلي قاعد خلاص نعم فيبدأ يفكر أنه كرجل يخاف من شيء اسمه العمر نعم غير المرأة المرأة في هذه اللحظة شا تسوي تشوف حنانها بعيالها تشوف محبتها فتبدأ تعطيهم الحنان نعم في هذه المرحلة المرأة تبدأ تميل إلى أبنائها أكثر نعم لأنها هي تبي تحتويهم تبي تحافظ عليهم تبي تخاف عليهم فتصير عندي أنا مشاكل لأن أنا ما فهمت لغة المرأة يعني كمثال لما أنا أيب كعيد ميلاد إذا أنا بصير عيد ميلاد بيني وبين زوجتي أنا لما نأيب لها كيكة عشان نحتفل بعيد غير المرأة المرأة لما نتيب كيكة تقول لي والزوجي بس ما حد يشاركنا نعم بالنسبة الرجل لا يفكر يقولها أبي حق بعد العيال أبي حق الخدم أبي باشر آخذها الريق حق الربع فيصير هناك اختلاف في اللغة فإذا صار اختلاف في اللغة هناك مشكلة مشاكل كثيرة نعم عندنا الإعلام بعض المسلسلات للأسف بشكل يعني معين تبدأ تحفز الأشياء السلبية اللي موجودة في الزواج تقول فيه أكو خيانة لا الزوج ما لا الزوج يفكر بالزواج بأخرى كل هالإشكالات تبدأ تثير يعني هل فعلا وجود هذا النوع من المسلسلات والأفلام اللي قاعدت تعرض عبر شاشة التلفزيون ممكن أنها تأثر سلبا أو أنها تزيد من الإشكالات الزوجية طبعا الإنسان هو مصدر شنو الشعور والتفكير والإحساس عنده شيء يسمونه الخارطة الذهنية أو التفكير الذهني أو الصورة الذهنية أنا لما أبدأ أغير الصورة الذهنية لهذا الإنسان أنا قاعد أخسل دماغه بطريقة غير مباشرة لما أخسل دماغه بطريقة غير مباشرة رح أخذ الشيء أنا أبي مسلسلات تعزز القيم نعم الأسرية أبيها تعزز الأبناء لأننا ننظر إلى المستقبل فإذا أنا مسلسلاتي ما قاعد تعزز القيم الإيجابية للأسف سأكون واضح وعيد من المسلسلات الخليجية خاصة في رمضان عندك كل أشكالات زوجية إذا أعطني حل ليش أنا أعمم يعني هذه من الأشياء أني أنا لازم أعزز القيم الزوجية بشكل كبير وأقول ها الزواج السعيد يعني ممعناته في مشاكل لا في مشاكل بس كيفية الطريق للحل كيف فهم مشاعر المرأة وكيف ما فهم مشاعر الرجل نعم دكتور يعني أتوقع يقع العاتق أيضا على الأهل لخاصة للأبناء اللي هم حديثي الزواج بشون عش الزوجية يمكن ما تكون عندهم مفاهيم واضحة حول الزواج وتحملوا المسؤولية وأن أنت خلاص بيكون لك كيانك بيكون لك بيتك بالمستقبل رح يصير لك عيال شون أنت تتحمل مسؤوليتهم هذه الثقافة وهذه المفاهيم أنت ذكرت أن هناك اقتراح بأن يتم وضع منهج معين يتم تدريسه لحديثي الزواج لكن هل يقع أيضا العاتق على الأهل لا تنسين أنت الزواج في الوطن العربي أو في المجتمعات المحافظة غير المجتمعات الأخرى أكيد أنا في ذلك بأمريكا بتزوج بتزوج المرأة ما راح تزوج أهلها نعم أنت هنا في المجتمعات الخليجية أو المحافظة راح تزوج الأب وتزوج الأم وتزوج الخوات كل هذا المجتمعات راح تؤثر أو تدخلات تؤثر على الزواج أنا أسوي ويا زوجي كذا أنت لازم تسوي زوجي كذا فإذن أنا إذا صار عندي مثل هالنقاط لازم أبدأ يكون عندي ثقافة اللجوء إلى استشاري إشكالات زوجية نعم لأن الإشكالات الزوجية هذا إنسان عنده خبرة يستطيع أن يجد الحل لأنه فيه أكو في علم النفس قاعدة تقول الإنسان الذي يكون المشكلة لا يستطيع أن يوجد الحل لأنه يعيش فيه دوامة المشكلة أستاذه صحيح فلذلك أنا لازم أبدأ فيه ثقافة لأن الجيل الماضي أبو يمكن اقتراحه ما يتماشى مع الجيل الحالي صحيح فإذا أنا لازم ألجأ إلى شيء اسمه استشارات زوجية مثل ما أنا إذا مريض أنا ما أقول مريض صار عندي أي مشكلة بسوي مشروع تجاري أروح حق استشاري نعم فلذلك أنا لازم أروح حق استشارات زوجية مثل جمعية المحامين الكويتية في لجنة الإسراء هذه أحد اقتراحاتها إنه يعني إنسوي مكان عرسات مثل كولز نعم قالوا أنا عندي هالإشكال شنو اللي أنا أسوي لا أنا عرف الشخص الثاني ولا الشخص الثاني ففيه أكو بعض الدول لا هناك خط ساخن نعم كذلك وزارة العدل في قانون الأسرة حطت إصلاح ذات البين نعم بس للأسف ما فيه الإمكانيات برأيي الشخصي نعم وقد أكون خاطئ وهم قاعد يحطون اجتهادات كبيرة ما فيه ناس مختصين بالإشكالات الزوجية لو كان فيه عنده فعلا ناس محترفين بالإشكالات الزوجية كان خفت نسبة الطلاق ما زادت لأن أي واحد يريد يطلق بعيد الشر لازم القاضح إلى الإصلاح ذات البين صحيح فإذا كان فعلا هناك جودة وإحنا ما نعمم نعم هناك جودة كان خفضت نعم يعني إحنا الدكتور بالنهاية نتمنى أن تنحل هذه المشكلة وتقل نسبة الطلاق نصائح جميلة قدمتها لنا شكرا لك الدكتور سعود لحميدان محامل ومستشار إشكالات زوجية على تواجدك معنا اليوم حيات الله شكرا لك مشاهدين احنا مستمرين معكم وحديث حول العقار من بعد هذا الفاصل